ولا ضعينا في المشهد لديك وماذا عن آخر التفاصيل في مهرجان القاهرة السينمائي نعم إليك تحياتي لك وتحياتي لسيد المشاهدين كما تعلمين أن الفن هو لغة الشعوب على اختلاف الثقافات والديانات ولأن مصر قد بدأت علاقتها بالسينما عندما بدأت السينما في العالم فتحتضن مصر المهرجان الأعرق في الشرق الأوسط وهو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الرابعة والأربعين من دار الأبرى المصرية التي تحتضن الثقافة والفنون والإبداع يعني هذا المهرجان تتضمن فعالياته عدد كبير من الندوات والورش ورش العمل لكبار المخرجين وصناع السينما في مصر وفي العالم أيضا هذا المهرجان يشارك فيه أكثر من خمسين دولة وأكثر من مئة فيلم يؤثر على حالة الحراكة الفني في مصر وفي العالم فهذه الأفلام هي حلقة الوصل بين الجمهور وبين صناع السينما تخلق حال من التعددية الثقافية والتعددية الفكرية في مصر وفي العالم كان هناك تكريمات لكبار المخرجين في العالم مثل المخرج الكبير بيلاتار الذي قدم للسينما العالمية أكثر من مئة فيلم وكان هناك أيضا عرض خاص في حفل الافتتاح لستيفن سبيلبرج هذا المخرج العالمي الذي قدم أيضا للسينما أكثر من مئة فيلم يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة المخرج ناجي إسماعيل مخرج الأفلام القصيرة مخرج فيلم ماما هذا الفيلم هو عرض عالمي أول شارك في مصابقة الأفلام القصيرة نبارك لحضرتك على الفيلم وتمانينا إن شاء الله نتمنى أن الفيلم يحصل على جايزة في المهرجان بدور حضرتك كصانع الأفلام وكمخرج سينما كيف ترى مهرجان القاهرة السينمائي أهميته وتنظيمه هذا العام؟ هل هناك اختلاف عن الضغارات السابقة؟ مساء الخير شكرا لك الأول على رصداتها رائعة أستاذ حسين فهمي مش أول ما يكون رئيس لمغانا القاهرة هو كان رئيس لمغانا القاهرة قبل كده وهو شخص دقوب للعمل وشخص بيهتم بكل التفاصيل وشخص ما بيسيبش أي حاجة عادة من تحت إيده فبالتالي أستاذ حسين فهمي أعتقد موقع الديني ضلوا ناجحة وإن شاء الله ده وقت قادمة تكون مرحة جميعا إن شاء الله هناك لفتة إنسانية للجميع يعني لاقت استحسان من جميع صناعي السينما والجمهور أيضا وهي ذوي ألهمم ومشاركتهم في المهرجان حضرتك شفت ده زي؟ أنا شفت ده إن هي حاجة المفروض تكون طبيعية والمفروض تكون في المهرجان من وقت طويل جدا بس الحمد لله إن هي بيتماغولة دلوقتي لأن هم زيهم زي أي عناصر في المجتمع من حقهم إن هم يشوفوا أفلام ويشاركوا فعليات المهرجان وبالعكس ما يكون شفت منهم صناع أفلام في المستقبل يعملوا أفلام وأفلامهم تنجح ويعودوا هنا في المهرجان تمام تجربة فيلم ماما اللي بيشارك في مصابقة الأفلام القصيرة كلمنا عن التجربة وقضية الفيلم هو الفيلم بينقش قضية المرس عند السيدات وهو فيلم قصير تم تسيره في اسكندرية وهو مثني عن أحداث حيائية لجريمة حصلت في اسكندرية من أكثر من خمس أو ست سيناريات بعدين بفترة أسماء فترة كورونا بدأت كتابة سيناريو فيلم وبعدين تعرفت عن المنتجة قوسة يونس والممثلة مالية غريتي وهم ساعدوني فإن احنا نبتدي تصوير الفيلم وفعلا تم تصوير الفيلم وبعدين قدمتوا في مهرجان القاهرة علشان يكون عرضوا لعلامة الأول هنا والحمد لله تقبلوا وعرض الفيلم ولقس تحسن من الجمهور بالتأكيد دي ما كانتش التجربة الأولى كان فيه تجارب تانية زي فيلم أم أميرة إيه الأوضيع بتاعة الفيلم وإيه اللي عايز توصول المنتجة أم أميرة كان عن سيدة بسيطة بتبيع سندرشت بطاطس في الشارع لكنها في نفس الوقت هي سيدة عظيمة كانت هي المسؤولة عن أعالة أصويتها بالكامل وده لفت نظر للشخصية وقرارات المنعمة عنها فيلم تسجيلي والحمد لله الفيلم يشارك في مهرجان بريدين السلمائي وكان أول فيلم مصر يشارك قسم الأحلام القصيرة بالمهرجان وبعده لقى مجاح كوارس جدا من اللقاء وخاصة عديد من الكوارس العالمية وبس كانتقوبة كوارسة بما أن حضرتك ذكرت مشاركة الفيلم المصري في ترلين وفي عندنا في مصر هنا بيشارك أكتر من ست أفلام في مهرجان القاهرة السينمائي السانيدي إلى أي مدى يلقي بظلالها هذه المشارقة على حالة الحراك السينمائي في مصر وليس في مصر فقط لكن بالعالم بما أنه مهرجان عالمي ده معنا أنه عندنا إنتاج بيحاول يفرد نفسه بيحاول أن هو يكون مبور على الساحة أي نعم إحنا طمعين وبالحب يكون فيه في المستقبل أفلام أكتر لأن السينما المصرية هي مش عايزة أقول لأحد القوى النعمة لا هي قوى النعمة رؤيسية لمصر يعني مش حاجة مجاملة يعني دي حاجة من التاريخ هو المعلن لكي فبالتالي ريت كل سنة يكون فيه أكتر من الفيلم إن ده بيعكس الهوية بتاعتنا وبيعرف العالم إحنا مين بالزبط وبيخليهم يشوفوا الابداع بتاعنا وبيخليهم تجاوبوا معاه وبيبتح كمان أفك للتعاون ومشترك وما بالنظرين سينمائيين من دول عالم مختلفة فدقوا السينما كلنا أشكرك شكراً حضرتك يعني كما ذكر ضيفي السينما هي لغة الشعوب هي التي تعبر عن الهوية المصرية في العالم بأكمله وكما ذكرت هذا العام هناك مشاركة قوية للفيلم المصري الذي أشاد به كبار صناع السينما في العالم مستمرون معكم على مدار الأيام القادمة في تغطية فعاليات مهرجان القاهرة السينمائية الدولية في دورته الرابعة والأربعين هذا المهرجان الذي خرج من رحم الجماعية المصرية للكتاب والنقاض عام 1976 حتى يصل إلى الدورة الرابعة والأربعين نعم إليكم زميلة ولاء الحدين على هذه المتابعة وشكراً لضيفك الكريم ترجمة نانسي قنقر